تقول امرأة بدلها اولا اولا نبدأ بالصلاة لان من الناس من عنده عادة سيئة يسمع الاذان وبعد شوي اقوم يا اخي بيقيمون بعد شوي ان شاء الله يا اخي اقام الصلاة اصلي في البيت يا اخي الوقت راح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى فات وقت الصلاة ولم يصلي اسمعوا قصة هذه المرأة تقولوا كنت في المستشفى تقولوا بعد ان خرجت من مريضي رأيتم مرأة تبكي في الغرفة المجاورة جيتها اخفف عليها قلت لها ما بك تبكين فنظرت الى الغرفة المجاورة فاذا زجاج رجل يفرخ من وراء الزجاج ويضرب رأسه بالججار تقول فخفت من المنظر رجل يصليح يتقرأت بالطوفة والمرأة طالعة من الغرفة مقادرة تتحمل المنظر وجالت تبكي قلت لها شفيه شطاير قالت لهذا زوجي قلت لها وما شأن الزوج شفيه قالت قبل فترة من الزمن كان زوجي سليما ما في شيء لكنه كان يفرط في الصلاة احيانا في يوم من الايام تغدى وبعد الغداء كان جالس قلت له يا فلان يا بفلان ترى اذن تقول نظر الي فقال ان شاء الله تقول بعد شوي جالس ما عنده شيء قلت له سيقيمون الصلاة الحين قال لها ان شاء الله قلت لك ان شاء الله راح اقوم تقول سكت ولما اقيمت الصلاة قلت له يا فلان الناس يصلون في المسجد تقول صرخ علي وقال لي ما راح اصلش عندك صلاة ما راح بنصلي تقول فسكت خفت منه تقول وقلبي يتقطع ندما زوجي ما ايب صلي تقول فقام من مجلسه جامب يبروح الغرفة تقول فما ان قام الا واستقط على الارض تقول صرخت قمت اليه فاذا هو مصروع صرع لأول مرة في حياته يفرع قبل شوي قال ما بي اصلي تقول ما من شيخ الا وقرع عليه كل فسر يفرع ومن شدة الالم في رأسه يضرب رأسه بالجدار تقول حتى اكتشف الاطباء فيه مرضا نابرا حتى المسكنات لا تنفعه وكل ساعة ساعتين يفرع فاذا صرع لا ينفعه الا ان يضرب رأسه بالجدار ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن اكثر من الناس انفسهم يظلمون هذا الذي فرط في الصلاة هذا الذي يؤخر الصلاة الى متى احي بدلها لا تقول عاد فيني ما فيش اسمع عاد فيني ان الصلاة كانت كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اسمع